الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب السابع والثمانين بعد السبعمائة باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهذا تحت كتاب بدء الخلق في هذا الباب حديثا حديث الأول هو الثالث والتسعون بعد الثمانمائة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بن تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لا واددت أني تركتها والحديث الثاني يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتبني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه قوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني كتاب بدء الخلق هذا يتحدث فيه على ذكر الأحاديث الصحيحة التي تتعلق بظهور الخلق مبدأ وجود الكائنات الأول فالأول والثاني ذكر أحوال الخليقة من المبدأ إلى المحشر وما وردني الأخبار عن عجائب المخلوقات من عرش وسماوات وأرض وجبال وشمس وقمر ونجوم ورياح وملائكة وصفة الجنة والنار والعوالم غير المنظورة من الجن والشياطين والملائكة أما الأخبار الواردة عن بدء الخليقة فإن فيها الكثير من الإسرائيليات المروية عن وهب بن منبه وكعب الأحبار والسدي وغيرهم وأغلبها لا يعتد به ولا تقوم به حجة فما يوجد منها في ظهر البخاري فإن كان من أحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الحقائق الثابتة والأخبار المقبولة أما ما نقله من الأخبار عن الصحابة والتابعين ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موضع بحث ونظر لأن الصحابة والتابعين قد أخذوا عن حسن نية الكثير من الأخبار الإسرائيلية وتحدثوا بها وحكم الإسلام بالنسبة إلى الإسرائيليات أنها تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله فما وافقهما فهو حق لا شك فيه وما خالفهما فهو باطل لا شك فيه وما سكت عنه الكتاب والسنة خبر عادي يحتمل الصدق والكذب والمقصود بقوله وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه حاصل أن جميع الأخبار المتعلقة بالموجودات وسنة الكائنات ينظر فيها فإن كانت قرآن أو سنة صحيحة فعلى الرأس والعين وإن كانت بخلاف ذلك فإنها تخضع للبحث العلمي والنقد الصحيح الحديث الأول يتحدث فيه عن قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهونه عليه معنى أنه تعالى هو الذي بدأ خلق هذه الكائنات أول مرة على غير مثال سابق وهو الذي يعيدها مرة أخرى عند بعثها والأعادة أهوا من البداية وإن كان الله تعالى يستوي أمام قدرته كل شيء الحديث الأول روا عمران بن حسين يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي أي ربطتها ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم بما أتحدث به إليكم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين الأقرع ابن حابس من بني تميم قال بشرتنا أن تعطينا فأعطنا قال ذلك مرتين فأعطنا فأعطنا لأن جل اهتمامهم كان بالدنيا فلم يفهموا من البشرى إلا العطاء المادي فقط بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد بالبشرى أن يخبرهم عن وجود الله تعالى قبل كل موجود وخلقه لكل موجود وسماه بشرى لأنه يتعلق بتوحيد ربوبية الذي هو أصل من أصول العقيدة الإسلامية التي يترتب علي الفوز بالجنة والنجاة من النار قال ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن وهم الأشعريون فقال اقبلوا البشرى قالوا اقبلوا مني هذا الخير قالوا قبلنا يا رسول الله أي قبلنا منك ذلك فهتنا عندك بشرنا يا رسول الله فإنما جئناك نسألك عن هذا الأمر في رواية أخرى للبخاري فقالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنتفقى في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر فما هو أول هذا الأمر الذي سألوا عنه؟ يقول شيخ الإسلام من تيمية إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم أو جنس المخلوقات وسواء كان السؤال عن الأول أو الثاني فإن الذي يظهر من مجموع روايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجابهم عن بدء الخليقة عامة لما جاء في رواية أخرى عن أمران بن حسين نفسه قال فيها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق والعرش أخرجه البخاري هذا نص صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم عن بدء الخليقة فإن كانوا قد سألوا عن بدء هذا العالم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجابهم عنه ببدء الخليقة لأنه أعم وأشمل وهذا متضمن لجواب سؤالهم وزيادة وإن كانوا قد سألوا عن بدء الخليقة فالجواب والسؤال متطابقان قال كان الله ولم يكن شيء أي لا شيء قبله ورواية ولا شيء معه لكن الرواية الباب أصرح في العدب وفيه دلال على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله تعالى وكلمة كان في قوله صلى الله عليه وسلم كان الله أزلية معناها أن الله تفرد بالوجود الأزلي دون غيره فهو الأول بالابتداء المنفرد بالأولية وكل ما سواه حادث مخلوق له بما في ذلك العرش وغيره قال صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء مراب كان هنا الحدوث بعد العدم يقول الحافظ أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء قال ابن تيمية فالعرش مخلوق أيضا فإنه تعالى يقول وهو رب العرش العظيم أي وهو خالق كل شيء العرش وغيره ورب كل شيء العرش وغيره في رواية حديث أبي رزين العقيلي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق العرش وفي رواية أخرى للبخاري عن عمران بن حسين قال فيها فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بن تميم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق والعرش أي يحدث عن بدء الخليقة ومنها العرش فهو من ضمن المخلوقات الإمام الخصطلاني قال ذلك وأشار بقوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كان مبدأ العالم لكونهما خلق قبل كل شيء وكتب في الذكر كل شيء أي في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة وخلق السماوات والأرض ابن تيمية يقول وبعض الرواء ذكر فيه خلق السماوات والأرض بثم ثم وبعدهم ذكرها بالفاء فأما الجمل الثلاث المتقدمة الرواء متفقون على ذكرها بلفظ الوا وقال ابن تيمية وسواء كان قوله وخلق السماوات والأرض أو ثم خلق السماوات والأرض على التقديرين أخبر بخلق ذلك وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وإن كان قد خلق من مادة فإن كان لفظ رسول صلى الله عليه وسلم ثم خلق فقد دل على أنه خلق السماوات والأرض بعد ما تقدم ذكره وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود الذي يدل على الترتيب الزمني في خلق هذه الكائنات الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء ولم يكن أي شيء غيره موجود ثم خلق الماء أولا وخلق العرش ثانيا أو خلق العرش في جهة العليا والماء في الجهة السفلة ثم خلق القلمة واللوح المحفوظ ثم خلق السماوات والأرض هذا هو الترتيب الزمني لخلق هذه الكائنات العلوية والسفلية فنادى منادن ذهبت ناقتك أي هربت فانطلقت أي ذهبت خلفها فإذا هي يقطع دونها السراب أي فإذا هي قد ابتعدت كثيرا حتى حال دونها السراب فالله لو وددت أني تركتها أي تمنيت أني تركتها تذهب وبقيت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يذل على أن الله هو الأول بلا ابتداء قال تعالى هو الأول والآخر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الباب هذا كان الله ولم يكن شيء غيره الإيمان بهذه الصفة أمر تقتضيه الفطرة السليمة ويذل عليه المنطق الصحيح لأن خالق الكائنات لا بد أن يكون موجودا قبلها وإلا لما خلقها فهو سبحانه أزلي أبدي لم يسبقه عدم ولا يلحق فناء لأنه سبحانه واجب الوجود ثانيا بيان حدوث العالم وبدء الخليقة حدوث أي مخلوق وأن هذا الوجود لهذا الوجود خالق هو الله سبحانه وتعالى لا كما يقول الطبيعيون أنه وجد هذا العالم بمحض الصدفة مما يرفضه العقل والتفكير السليم لأن كل حادث لا بد له من محدث وكل مصنوع لا بد له من صانع هذا يقتضي أن الكائنات كلها مخلوقة والله خالقها ومبدعها وأول هذه المخلوقات الماء من الجهة السفلة والعرش من الجهة العلية ثالثا أن القلم أول المخلوقات المعنوية لقوله صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء رابعا أن وجود اللوح المحفوظ من الحقائق الإيمانية الثابتة التي يجب الإيمان بها خامسا أن الكلام في حدوث العالم معجائب المخلوقات من صميم الدين لما فيه من الدلالة على وجود الله وتوحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى وأما الحديث الثاني وهو الرابع والتسعون بعد الثمانمائة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتموني العبد وهو حديث قرسي يقول الله سبحانه وتعالى يتجرأ علي هذا الإنسان بما لا أستحقه منه وقد خلقته ورزقته ونعمت عليه بشتى النعم فلم يقابل ذلك بالإيمان بالله وتوحيده وتقديسه وتنزيه عما لا يليق به إنما قابل هذه النعم العظيمة بالشرك والكفر والنكران عياذا بالله بعض هؤلاء البشر يشتمون الله سبحانه وتعالى وحشاه وبعضهم يكذبوا حشاه فأما الذين شتموا الله عز وجل فقد نسب إليه اليهود والنصارى وبعض المشركين الولد وهو لا يليق به عز وجل حيث إنه يقتضي المجانسة والمشابهة وهو عز وجل الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما الذين كذبوا بالله فقد أنكروا البعث واستبعدوا مع علمهم بأن الله هو الذي خلقهم على غير مثال سابق فكيف يخلقهم ابتداء ثم يعجز عن إعادتهم مرة أخرى مع أن الإعادة أسهل كما قال ربنا أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد هذا الحديث يذل على أن نسبة الولد إلى الله تعالى شتيمة وإنكار لوحدانيته وتشبيه له بغيره وهو شرك بالله لأن الولد يشبه أباه وهو عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فكيف يكون له ولد يشبهه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصر ثانيا إنكار البعث تكذيب لله ولوعده ثالثا أن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده وفي ذلك إثبات لحدوث حدوث أي خلق العالم وإعادة الإنسان بعد موته وأن الله هو الذي يعيده يوم القيامة لمجازاته على أعماله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا وصدقا تعبدا ورقا وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر